مقاطعة أشغال الملتقى التكويني المزمع تنظيمه في متوسطة جلال اليابس في ولاية سيد بالعباس قرار اتخذه مفتش التعليم الابتدائي بعدما ذاقوا ذرعا بمشاكل القطاع ندد من خلال هذه المقاطعة بالتهميش الذي طال هذا السلك عموما اخرها مثلا حرمان السيد المفتش من منحة التعطير التي استفاد منها المديرون وغيرهم في المؤسسة الترباوية جملة من الانشغالات المهنية اهمها توفير الوسائل التي تضمن الراحة لعمال القطاع يأمل هؤلاء في ان تأخذ بعين الاعتبار ومن اهم هذه المطالب هي مساعد مفتش التعليم الابتدائي لحصول على السكن او المسكن اللائق بصغيه المختلفة فتح مسارات التقية الى مناصب عليا تمكن مفتش من مسامة في الجهد التربوي والاستفادة من تجاربه وخبراته تخصيص منحة لحسن التسير والاشراف والتكوين وفي حال ما اذا لم تجسد هذه المطالب على ارض الواقع سيعمى مقرار مقاطعة الملتقيات على الجميع وعبر مختلف انحاء الوطن